سياتنا أنت طلعتك لجنة تحقيقية أريد تتحدث لي عن أبرز الملفات الفساد التي اكتشفتها خلال هذه اللجنة وشنو أخطر ملف صار لي يومين أشتغل على ملف وأنا حقيقة كان عندي هذه المعلومة ولكن أشتغل على ملف صار يومين بعد ما وردتني الأوراق وأعلنها إن شاء الله بشكل واضح وصريح وأعلنها عبر شاشاتكم المفاركة الإدارة الحالية بمباركة السيد فرحان الفرطوسي تخسر العراق فقط بعقد واحد بعقد واحد أربع مليار دولار سنويا شون تفاصيل هذا الملف أنا تفاصيلها كلها عدي بعدني أخوض بجمع الأرقام أرقام حقيقة والله من كثر ما يعني انزعجت من عندنا ارتفع ضغطي وقلت لهم خلي أرتاح يا الله لأن وصلت لأرقام مهولة وأرقام حقيقية وفق الجداول اللي وردتلي أرقام مهولة شون جاي نقصر سنويا يعني تتحدث عن أرقام خيالية نعم نعم أرقام خيالية هذا بعقد واحد من أصل قرابة التسعين عقد المشاهد يقول شون عرفتوا هاي الأرقام ما الخزارة باللي بالتأكيد هذا من دراسة لا لا مدرأة هي وفق معطيات أنا ما أتحدث من جيدي كل اللي أتحدث بي هي أرقامهم واحد زائد واحد أقرأ من أوراقهم اللي كتبوهم وزارة النقل الشركة العامة الموانئ اشتكتب الشركة العامة الموانئ وشي وقعون من عقود أجي أحللهم وأجي أخذ المعطيات معاتهم وأشوف اشقد الطولة هاي الشركة من عواد وإجور وأشوف المدة معاتهم والجدولة الفنية والجدولة الاقتصادية لهذا المشروع وأجي أجمحهم بس أرقام قدامي أهيئهم أجمحهم يطلع للكوارث زيان من يجي واحد منطي 50 ألف دولار 50 ألف دولار بعقد من العقود خسران به 50 ألف دولار رأس ماله رأس مال هذا العقد المشروع اللي داخل به ويه الموانئ 50 ألف دولار نهاية المدة العقدية لهذا العقد تريليونين ومية وخمسة وسبعين مليار بخمسين ألف دولار خمسين ألف دولار وهذا أريد أقول للرئيس الحكومة ليش ليش من نطلب سحب يد لإنسان مو فاسد لا فاسد ويفسد وأفسد بهذه المؤسسة الاقتصادية